من جديد في آخر جزء من حلصتنا اليوم في فايل بلاي باش نحكيه على السيابي والتطوارات في الفريق لكي نقبل غيرا نذكر ونعطيكم متائج لمقابلات الدورة متاع البراج خاصة بالسعود لرابطة الأولى من أجل مقعد وحيد نهاية الأشوار الأولى أو في نهاية الأشوار الأولى لنعبه حاليا جيرجيس تقريبا قاعدة تمشي بخطاء فابتا نحو العودة لرابطة الأولى متقدمة حاليا بعد الفوز الأول الملعب التونسي متقدم مع جيسكا واحد بلاش حاليا الجيرجيس كيف كيف أولمبيك مدني متعادل مع الملعب التونسي دون أهداف إلى حد الآن صعوبات للبقلوة في البطولة هذه باش نحكيه وأعطيكم أيضا لكلاسمون إلى حد الآن ستة نقاط جيرجيس ثلاثة جيسكا ونقطة الأولمبيك مدني وكذلك الملعب التونسي على كل كما قل باش نحكيه على السيابي برشة تتاورات في النادي البنزارتي معنا زميلنا رمزي بنغربية رمزي أهلا بك مرحبا بك إسلام مرحبا بكل سادة المستمعين على راديو رمزي دي مفهمة جديد تقريبا منذ منذ صيف خلينا نقوله صيف كامل نحكيه على جديد في السيابي البرح كيف كيف تتواصل البلاغات في البلاغات المضادة من الهيئة كيف كيف حتى شكاوي من الأحباء عملنا ملاخص شنو سيء بالضبط البرح وبعطينا تعليق على هو اسلام مين بش نبداه ومين بش نفاه بصراحة لأنه مسلسل اطوال مسلسل مكسيكي الناس كلنا في بنزارت معناها فدت وملت وكلت من البلاغات سواء من الهيئة المديرة أو حتى من الناس اللي ضد الهيئة المديرة بصراحة اليوم عشرة يام على اه انتلاق البطولة هو وضعية صعبة ياسر عيش فيها من البنزارتي فريق عمره 93 سنة اليوم معناها اه يعيش في ظروف صحيبة عشنا ولي صار بالضبط البرح معناها كانت هناك بلاغ معناها خلينا نقولوا اذهل الرأي العام في الشيارة الرياضي فيه بنزارت صادر من المديرة للنادي بنزارتي وشكون قاعد فيها العيئة المديرة اسلامي بش ناس اللي تبعنا معناها بستثناء عم تليم سعداني الوحيد اللي عنده الشرعية قاعد هو الوحيد كرائيز جماعية لأنه فمه اه بلاغات وقرارات استثقال كل من كاتب العام كل من نائب رئيس وكل من امين المال لو انوا امين المال مزال يسير لحد الان رغم انهم قدم الاستقال هدا게 jurاني من الصورة كان إنياننا listeners معطة الله القاعد فائد كان عبد اسلام استعدانية سوا علام السلام السعاداني اللي لوحيد اللي مقدمش استقالته معناها في الاربع المنتخبين الكاتب العام قدم استقالته الرئيس قدم استقالته امين المال قاعد على الحبلين يا اسلام مرة يقول قدم استقالته ومره يقول انا مزال اه قاعد متفرق لتحذير التقرير المالي تقرير المالي يدا اللي هو مسلسل تركي مش مكسيكي معناها طوى عنده ثلاثة سنين ومزير محضرش للتقرير المالي او جايه ورا بشكيش نربطو اي قصة ويجي مسلسل بصراحة اليوم اذا كان فاما معناها سيناريسي ناجم يكتبو وبصراحة وضعية كيريثية البرح كان بريخ صادر من لئة المدير المدير البنزارتي عام سليم السايداني اهم حاجة جاي فيها هو دعوة الى ثلاثة الجالسات عامة تقييميا مثل 2018-2013 مش عملها في اخر اكتوبر 2019-20 مش عملها في اخر نوفمبر و2021 مش عملها في اخر ديسمبر ودعا كذلك الى جلسة عامة انتخابية واخر شهر جونفي وفتح بب الانخراطات من عهر 10-25 اكتوبر لكن اهم قرار بصراحة الي اذى للناس كلين في بنزارتي البعض اعتبروا معناها مسرحية عزلية والبعض اعتبروا ضغوطات حبي مارسة عبداليم سيداني على السلطة الجيوية قال بتجميد فرع اكيبر كورت القدمت لو انادل بنزارتي ما عندوش مدة مليا اريد جاعترانا انادل بنزارتي اقار محمد عزيز الجيب صفين الحيدوسي ما عانيها اش ما عانيها تجميل نشاط اكيبر فرع كورت القدم معانيها مع شهم سيابي اليوم في السمعة شامل سينيوري معناها فرع ابو طولي والله حسب البالاغ عمتليم سيداني الي اضطت في الموقع راسم ليدل بنزارتي معناها ما فمش جمعية اسمه النادل ياضل بنزارتي لحد الان فرع كبر معناها اليوم تاريخ 93 سيار لا لا تحسوا معناه يتصلف بطريقة هذه كأنوweحدة منشركاته ولا مطعم llevاني ش lifetime انا جايين انا جايين الان انا جايين اكلام ليان بصراحة كما قلت لان نقع لناحكي معج ساعة وردود الفاعل كبير اياسر في بنزرك اهلليين كبير كبير ياسر وفاما وقفك احتيجى نتصور بشكون الاولى والاخيرة نهار لحد 10 اكتوبر في بنزرك ما يش نقول لي لا لا بشتكون الأولى والأخير أنا أكد لك أنه مش تكون الأولى والأخير لأنه الكاس تعبى إسلام لأنه بصرحة تركوا مات كبيرة معنى مني مش نبزيه ومني مش نحكيه كما قلت اللي بحش قال عبدالسلام في عينينا في البلاغ أنه تجميد فرع عكيب كل الخدم هو علاش حسب معناه اليوم أمين المال اللي متاعه قال أنه احنا اليوم نطالبه بالناس بش حطوها قدام الأمر الواقع بين قوصين أول حاجة يحلونا مرعب خمسة شكتوبة ثاني حاجة نحب الدعم من شركة ستير أنت بن زرت نحب الدعم من إسمنت بن زرت وذي الدعم في حدود مئتين وخمسين ألف دينار ومئة ألف دينار ما قيم ما نسميه يا رمزيه لا 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 الشركات الوطنية ما هي الشركات معناها خاصة مش مشكلة شركات وطنية وتتعرف شركات الوطنية اليوم ما تعطيك فلوس يا إسلام إلا ما تكون التقرير المالي بتاعك حاصة اليوم ما أقول نعطيك حاجة اليوم كل الشركات الوطنية اللي منتصبه في بن زرت تبركال العدادات بين الشركات الخاصة اللي يعطي من مليون حتى المئتين مليون ما أعطيه حتى فرنق الناد رياض بن زرتي علاش إلا اللي سباب واحد ومفهماش تقرير مالي حاضر هذي اللي دعاته لي معناها لايقات السابقة واليدعاء لوالي بن زرت السابق والوالي الحالي كل مرة وليسير اجتماع لرجالات النادي ما نعطيه فلوس إلا ما تجي بنا التقرير المالي اليوم أحنا نحبه نعرفه وأحب أن البن زرتي في بن زرتي يحبه يعرفه علاش اليوم هي تعمل سلام سيداني ما مرددش التقرير المالي وذي نقطة استفاق كبير نرجع لي قرار التجميد معناها اليوم عشر أيام عن البطول النادي البن زرتي معناها يصدق قرار كله كان بش نجمد فرع عيكاب الكورة الخدم اليوم الفريق كان من المفروض يلعب العشاية في ملعب البسيري تم إلغاءه نحن رصدت عنده معتش في باجة تم إلغاءه بش نعطيك معناها اليوم النادي البن زرتي بصراحة إذا كان مشاول القرار التجميد أو معناها إيقاف فرع عيكاب الكورة الخدم كان من الأجدر معناها إذا حدث ما وقع التوافل الاجتماعي والناس اللي تغلي في بن زر كان من الأجدر معناها لما ينفلوس لمنع من الاندي دي كان من الأجدر لأنه بصراحة ما نحبوش ننشره غسيل النادي يا مفهم حاجات ما تليقش بنادي البن زرتي نادي البن زرتي يمكن مش يلعب مقابلة ودية ما عندوش حق المزوط مثل الكارم بتاعه الملالفات اللي منعبية هبطوا كل واحد معناها بالجوارب من نوعه آخر لعبوا مع نادي الإفريقي زادة كيف كيف ووسط أخبار عن المسؤولين نادي الإفريقي هما اللي خلصوا الكاثروتات بعد المباراة عن نادي البن زرتي معناها دوما نادي البن زرتي بصراحة وينماشي الهدى أشياء اللي وسط الوضعية معناها وضعية أكثر من كارثية تشكونوا واضحين وأمنا اليوم اللوم في بن زرتي بصراحة صحيح برشة الناس تتلون في عبد السلام سعيداني عبد السلام سعيداني قد ملاموه وملاموه وقت راها الإسلام مرميش المنديد لكن اللوم اليوم وانا استطيعوا عجبتني اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي إلى رجالات النادي حسبونا كما قالوا أمام التاريخ على الوضعية اللي وصلت لها اليوم النادي بن زرتي وين مكبارات النادي اليوم في بن زرتي تدر بالمثال بالنادي الإفريقي معناها عبد السلام يونسي اللي عمله وجاءت اليوم جمعيات نيجة الطريقي ونحاتوا وجابت معناها يوسف العلمي بسك اليوم في بن زرتي مش قادرين أنه يلقاه حل مع عبد السلام السعيداني هذه نقطة استطيعين كبيرة علش أنا قلتنا على حد فما وقفة احتجاجية بش يخزوا برشة جمعيات من نيجة بن زرتي بش يمشيوا أمام مقر الولاية بش يمشيوا أمام مقر الولاية إذا كان نأكب لك أسلام إذا كان ما فهماش حل لنرطل حد في الوقفة الاحتجاجية فإنه مصير نيجة برداتي بي صراحة بش يكون مصير كارثي وكارثي وكارثي جدا لأنه بصراحة اليوم جمعية في ظروف غاملة قاعدة عيش إذا كان اليوم يجي قرار بالرئيس الجمعية بإيقاف نشاط فرع كورة الخدم يسكي ذايا زغط يسكي ذايا معناها شنو يحب يوصل رمزيحات التاريخين أنت متابعة لتاريخ السيابية أكيد أكثر مني ما تذكى السيابية وصلت الوضعية كما هك صراحة النادي البنزرط أنا قد لك عمره 93 سنة ما وصلش للوضع فما تلمى قالت أحمد القروي اللي يرحمه في سنة 2004 وقت نادي البنزرطي وصل للفينال ببطارج يتباح في الدمي فينال حمام لنف أحمد القروي في قناة حنباء المدول الميكرو قال يا بنظرطي اللي يرحمه يا بنظرطي تلمو بل هذه الكلمة اللي قال أحمد القروي اللي كان مشيه وبها أكبرات النادي يرى وليوم النادي البنزرطي هذه بوشه الوضعية ذي اليوم صحيح المسؤولية هو متحملة عبد الفليم سعداني لكن وينهم أكبرات النادي بنحبش نسمي الأشخاص لأنه اليوم الأشخاص هي دومة لو لا النادي البنزرطي لو وصلوا للمكانة السياسية أو المكانة الاقتصادية اليوم يعيشوا فيها اليوم يا رمزي ها منهيش ندافع لأحد تحديمها هو اللي القرب يتب معناها سيوية مرائس النادي هو خلى الناس نبعد عليه هو نمرة موعدة من الناس صحيح أنا اليوم أنا اليوم أنا ندوروا في بنظرط ونحكيهم مع أصحاب الشركات أنا يقولك الخاصة وحتى العامة بقولوا اليوم مش بك ما تعاونش النادي البنزرطي يقولك أنا البرح سببي في مواقع التواصل اجتماعي كباش نحب نعاون إي إي إذا كان اليوم نحبوا نعفوا حاجة يا إسلام رأوا النادي البنزرطي صارح كرة كبيرة نارونا ذلك مش انت عبدالسلام السعيداني من غربية مش انت خزي الساعدي مش انت المرحوم أحمد القروي رأيها بتنبي على النادي البنزرطية اليوم بشانت الك معناها معلومة اليوم النادي البنزرط يترانى قرورات ما معندوش معناها نقطة استفانى كبيرة في النادي البنزرطي اليوم جمعية تخلص عليه كاسكروتات اليوم يحضر والي بنزرت ويني bake ما احتيارمتي دي والي بنزرت مزيلك يجى ومعناها ولاء عليك لو بيكون تقدم على ما يبدو جاء ومد عشرة ملايين معناه من كمنحة تحفيزية اليوم ثم اخبار تقول انه خمسة سبعين مليون متصابوه تصبوا من ايدي الافريقي وين مشيهوا هزوما اليوم اللاعبين هدوا بالاضراب قبل ما يزر القرار معناه مثل الهيئة المديرة بتعليق نشاط فرحة. هو مش اخبار هو مؤكد انه ده سيابي خفيت خمسة سبعين مليون. هي مؤكد. وين من لفلوس هزوما الخمسة سبعين مليون. هزي يا روب انا 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 قاعد اللحصلك لانه نعرف بعض المكالمة ايدي معناه بش معناه بش توصل لنا العديد من رسال اه بارك الله السب والشطم المؤيدين لعم فليم السيدين. نحكيه احنا في الوقت. ما زال عنده كل مؤيدين هو. ما زال ما زال ما زال ما زال ما زال ما زال معناه القليل من البنساندين. اسمعني احنا رانا اليوم نحكيه في وضعية تجمعية كبيرة. هزي مش حابين يفهموه اليوم الناس في بنزرط تمشي لاشخاص وتقعد النادي اللي بنزرطي. اصليها صراحة ما تبقاش مضغوط للكار بش تمشي تلعب مباراة وضي. اليوم نحكيه على ماتش تطوينة. البارح تركة معناها آآ في المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم النادي بنزرطي يلزمها بش تمشي التطوينة في الطيارة ويلزمها تبات نهارين. معناه ميزانية امتع عشين مليون. اليوم عندنا النادي بنزرطي عشين مليون مش تمشي التطوين. معناه هي فضيحة اكثر كان النادي بنزرطي يعمل ماتش بالغيام في ماتش تطوينة. بصراحة اليوم اسلام قد ما نحكيه لك عن الوضعية. وضعية كاريثية كاريثية جدا. الناس كل في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح تحمل مسئولية لهاية عبد السلام سيداني. لكن تحمل المسئولية لكبارات النادي. وين هم كبارات النادي اللي قاعدين يتورجوا. صحيحة اسلام تقول يتسبوا في اقت ملاقات. لكن واحد ما نجمس بصراحة لوح عينته في الظروف زية. لانه بصراحة روى النادي لبنزرطي اه وضعية معناها عشاش عنده مدة. وزيد عليها معناها التراكمية انت ملعب خمسة اكتوبر. نعفو انه نس كل فرحة بملعب خمسة اكتوبر على اساس مش يرجعي العافيه. اليوم فما تجاهد وبيعت بين الادارة الجاوة تجهيز وبين البندوبية. لو انه الاخبار عنا اليوم بتدخل معناه من الحكومة وبتدخل عفوا من التدخل من الصلاة اللي الجهوية. انه الملعب معناه سيتواف الاشغال. ونجم نجم لبنزرطي يبدأ فيه الموسم اه امتاعه. لكن باش بشي يبدأ. الناس كل فرحة معناه انه بجو كي جاسو فين الحدوسي. لملم لعبية. عملت لسه مباراة ودية. قدم مرضود وممتاز ضد الولمبل باجلي في البصير رباح واحد شي. كيف كيف ضد النادي الافريقي. معناه بيت ترجعي اكتو روح. في الوقت اللي بديت ترجع في روح. معناه يجي بلاغ كيما ناكتو البارح. بصراحة نقطة تلتفين سبيرة. اه اسلام ايش ناولي خلى اللاعبين هو يمشيوا في الاضراب. هو كالخمسة سبعين مليون متصابوه اللي تصبوه. دم لعبية ماشي في بالو مش تتفرهد على قليلة شوية اللي يتم روح حتى فرنك لانه يقول لك بصراحة اه لازمنا حل. الحل مزين ما جيش. ان شاء الله معناه القريب العجل تتحرل الوضعية لانه صراحة عودة وضعية كريفية برشة. بصراحة رمزي كلام مؤسف برشة تسمع على فريق في حجم الناد الرياضي البنزلتي فريق كبير تاريخ كبير في تونس قدم برشة ملاعبية للمنتخبات التونسية سيمة كبيرة حمدا بن دولاد. المدرب الوطني اليوم منذ الكبير والد السيابي. الحرس الاول للمنتخب التونسي في رقب المصفى والد السيابي. الظاهر الايمن حمزة المثلوثي. اذا طوع بركة في بلد السيابي. شيء يجعل قريب. راتك صاحة رمزي على كل ايضا التفاصيل. ان شاء الله في اقرب وقت. يلقاه الكلمة كما قلت بنزلتي على كل يلقاه حل. رئيس النادي كيف كيف عبد السلام الساعديني. زغالي معاش باوين. زغالي وقايد خويا. دون تعليق على كل. هكا نكمل في البلاي اليوم. شكرا ينسي الجويني في الاخراج. شكرا تقوى المديوني في الاخراج الرقمي. اجمل تحية اسلام. المتك.